موسيقى يعطيكم العافية اليوم راح نحكي عن الإسعافات الأولية لضغط النحلة لضغط النحلة بشكل عام هي شيء غير خطير وما غير بحاجة لعلاجات مستعجلة أو مستعصية هي حالة بسيطة جدا بمكانها تروح self limiting بنسميها أو بتروح لحالها لكن في بعض الأشخاص بعانوا من الحساسية المفرطة أحيانا ممكن نضغط النحلة تأديهم إلى الحساسية المفرطة اللي ممكن تهدد حياتهم هلا بشكل عام قبل ما ندخل بالحساسية المفرطة هلا إيش الإجراءات الأولية الغيسية اللي لازم أنت تعملها لما تلضغك النحلة راح تعمل هو إجراءاتها جدا بسيطة هو عبارة عن أنك أنت بدك تحاول تنزع الشوكة من أو الإبرة تبعت النحلة اللي دخلك داخل الجلب بدك تحاول تنزعها النزع عن طريق ما راح يكون عن طريق ملقط أنك أنك تشيلها في ملقط لأنه احتمال كبير تنكسر هاي الإبرة اللي فيها فأنت لازم تستخدم أسلوب الكشف فأنت بتيجي على اتجاه غرز الإبرة وبتكشطها كشط بمع اتجاهها على أساس تسهل خروج الإبرة الشغلة الثانية بتتم التعقيم عن طريق اليود أو عن طريق الكحول وطبعا وغير هيك ما في أي شيء آخر إذا كانت طبعا بتعاني من اللي صارت مؤلمة في بعض الشيء أو سببت الحق ممكن يتأخذ حبة ألرفين أو أي مضاد للحساسية بيتأخذ حبة واحدة ما في عليها أي مشاكل لكن إذا كان هناك حساسية مفرطة تجاه لضغات النحل هاي طبعا بتبين أعراضها الانتفاخات على الوجه كاملة التعرب صعوبة في التنفس وإلى آخره من بعض من الأعراض الواضحة أنه الشخص سيكون تعبان ومريض هنا مباشرة أن يجب أخذه أن يتم اتخذه مباشرة على المستشفى ويتأخذ إبرة الإبنفرين أو إذا كان هو عنده هذا العلاج أو اللي هي الإبرة بنسميها الإبيبن واللي هي بتكون فيها مجموعة من الأدوية المضادة للحساسية بيأخذها مباشرة عن طريق العضل بيقدر يغزها لحاله أما غير هيك ما في أي إجراء ثاني لازم يتأخذ مباشرة على المستشفى ويكمل علاجه وهيكو بشكل عام ونكون خلصنا لضغة النحل